سلام سلام حبوباتي مرحبا بكم في وصفة جيدة راح نعمل مع بعض كيكة الأحلام أو دريم كيك كيكة الشوكولات راح نعرفها نعرفكم بها اليوم هي عبارة عن كيكة فوقها بودينج وفوقها شوكولات سيلة اللي راح نكسرها بالملعقة ضوق وقوى مثالي كيكة فاخرة لا ينسى ما ذاقها كيكة ولا في الأحلام نبدو بالمقادير ونصلوا وسلموا على رسول الله لك صلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله عنا حبة عبيد نديروا عليها رشعة ملح ورح نحطوا تقريبا 4 كاس ملح سكر بالميزان 100 غرام رح تلقوا كامل المقادير في صندوق الوصف بحب الله وعنا مغير فم عمر مليحة فانيلا رح نخلطوا هذا المزيج المليح حتى نتجانس ويضعف الحجم منتع البيت تعنا نزيدوا 4 كاس متاع الزيت طبعا بالميزان 120 مليلتر وراح نزيدوا اكثر من نصف كاس تحليب يعني كاس غير 4 اللي هي 150 مليلتر انتاع الحليب الحليب يكون بحارة المطبخ طبعا هذا الكاس تعود تكمعليه اليوز 240 مليلتر نخلطوا المواد تعنا هذي مليه حتى نتجانس معنا ونبعدا نكملوا باقي المقادير لا تنسونش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يزلكم كل جديد عندنا هنا 200 غرام انتاع فارينا كنت غربلتها رح نحط عليها 30 غرام انتاع كاكاو بني يكون البناتة عمليحة كما تشوفوا ولا بالملعقة نديرو زوج مغير في معمرين عنا نص مغير في انتاع قهوة تعب بي كاربونات السوديوم بي كاربونات السوديوم لبنات وراح ندير وحدة ونصف تا خميرة الحلوة طبعا هذي الساشي تا الخميرة الحلوة توزن 10 غرام يعني رح ندير 15 غرام انتاع خميرة الحلوة رح نشوفوا رح نشبت فقط النصف انتحها رح نخضط هذا النواشف مع بعض ونبعد ننزل عليهم على المازيش التاعي كما رح تشوفوا وصفة رائعة وشاهية ومثالية والذوق تحها هاي لهاي لهاي وما قادرها مضبوطة لبنات تبعوا الفيديو الاخير باتتستفادوا بكل النصائح للمدهلكم في هذا الفيديو كيكا جربوها معينكم غمضين ناشحة 100% والذوق والشكل وش نقولكم تشاهي وتهبل والله يا لبنات روعة 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 وصفتي ناشحة 100% خدوها من عند خالدكم نخلط المازيش تاعي هذا مليح وراح نحط عليها مكون سري طبعا ما تخافوش لا تشوفوا يعني المازيش تاعكم متقيل ما تخافوهش غير خلطوا هذا ما كان مليح المازيش تاعكم حتى نيزا يغيموا هذو كامل يروحوا وراح نزيدوا عليها 70 مليلي لتر منتع الماسخون هكم تشوفوا 4 كاس هي الماسخون هذا هيعطيها قوام هش وتجي تهبل مش راح نديروا اضافة على الماسخون هذك نديرهم غرفة على قهوة سريعة الذوابان نخلطوها مليح قبل ما نحطوها على الكيكا تاعنا أو عجين الكيكا تاعنا كيكة الأحلام كيكا تشاهي بنينة شكلا وماذا قنستمتعوا بها مع أحبابكم مع ضيافكم ادوها حتى في يديكم لأحبابكم هدية يعني تعقى هوات عانقوتي هكذا العشية ورا الفطور يعني كيكا روعة بها تم معنى الكلمة نخلط طمليح المازيج تاعي ممكن انتو تزيدو اكتر من اربع على حساب القوامة على جينات عكم الابنات لكن تقيل زو دكتر انا هذا رو مضبط دهنت البلاتو تاعي هذا الصغير بالزبدة وشوي فارينا رشيتو عليه وننزل بالكيكا تاعي ما تديروهاش عالية بزا فرايح تخمرة معاكم وتطلع معاكم وتجيكم فخفة ومشاهية انا درت زوجته على لغامك هادو عندي فيديوال يعني فرضيين ودهنتم تانية بشوي زبدة وفارينا ونحطهم يطيبو ونرجع بعاكم هنا بعد ما طابت الكيكا تاعي شوفوا الشكل تاحها اللي بنات رايح تشاهي ومنتفخة وشو نقولكم ما شاء الله انا هنا وش راح نديد راح نحيل هادا كالشي زايد ملفوك باش جيني على استواع واحد ستقوني ناشحة ناشحة مية بالمية راح نقول لكم القوام تحبك من الداخل شوفوا الله يباركي فخفة تحسبوها مادلان يعني كيكا روعة 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 ناشحة مية بالمية فقط تبعوا المقادير واتبموا للفيديو للاخير بادي نشحة معاكم نروحو باش نسخو الكيكا تعنا عناك كاس مش معمر انت الحليب حطينا عليهم غير فتا قهوة زريعة الذوابان نخلطو مليح ونروحو نسخو الكيكا تعنا نتقبوهم هكا بعود الاسنان هذا كيما راكم تشوفو ونبدو ان نسخو فيهم بهذاك الحليب اللي يكون نخدم له طبعا لو اول مرة تشوف القناة ما تنساناش بالدعم والاشتراك واللايك وتفعيل جرس حتى يزيكون كل جديد ولي معايا نقولهم فرجة ممتعة حباباتي وما تنسوناش بالتعليقات المحفزة واي استفسار على الوصفة اراني موجودة في الخدمة ان شاء الله الوصفة تجربوا علي انها عن جد تستحق التجربة وصفة هايلا وناجحة وضوقها مثالي لا تنسى فاخرة يعني بأتم معنى الكلمة الحباب هنا راني نسقي في الكيكا التاعي ونروح للكيكا الكبيرة نفس الخدمة كيما تشوفوا راني تقب بالبعود الاسنان هذك تقبوا منيح ما تخافوش وشربوا بالحليب ما تخافوش ممكن ما ديروش الحليب ممكن ديرو الشربات وديرو فيها القهوة بصحانة تفاديا للحلاوة باش ما ديش حلوة بزف ندر تحليب صامت كيما تشوفوا ما فيش والسكر وستعليه القهوة هادا ما كان ممكن ديرو كاكاوو لبنت وتسقولها شوكولا هادا راجع لكم طبعا هادا الحوايج زيادة هادو الاضافات راي اختيارية نجيو للكريمة تاع البودينغ تاعنا نجيو هنا للبودينغ تاعنا عنا زود كسن تحليب او ربعمية ميلاليتر من تحليب عنا مياتا سنتيلتر متاع كريمة سائلة عنا زود مغارف كبار متاع فارينة او ربعين غرام عندي مياتا غرام تاع السكر وعندي مغارفة صغيرة تاع سبدة وعندي 30 غرام متاع كاكاوو يكون طعم تاعو بنيحياني نروحوا للمعقادير تاعنا هادو ونخلطوهم بارد في بارد نحطو الحليب تاعنا ننزلو علي بالسكر ونحطو الفارينة تاعنا كيما تشوفوا زود مغارف مع مرين مليح كيما قوت لكم وزن 40 غرام وراح نحطو الكاكاوو طبعا يكون كاكاوو نوعية لمليحة لبنات ويكون يعني باعي ما تشرووش هذا كلك حل شوية تاعو معجبتنيش لكن هذا طعمته هالا نخلط هذا المزيج تاعي كامل كيما كم تشوفو نحطو على النار ونبقى نخلط حتى يبدأ يعقاد معايا وما تسوينش باللايكات فضلا وليس امارا وعجبكم الفيديو اكيد اهنا بعد ما اعقادت معانا البودينغ تاعنا كيما تشوفو ها وليكم القاوة متاحة الله يبارك خلوها تغلي امليح ما تخافوهاش نحطو مغارفة الزبدة عكدا ونقعدو نخلطو حتى تندمج المواد تاعنا مع بعضانا وتختفي هذيك الزبدة تماما كيما راكم تشوفو اهنا راح نطفي على النار ونبعد نزيد 100 سنتيليتر تاعي تال كريمة الزائلة اللي هي اربع كاس هذا اللي وزنت به كامل المقادير نكمل به الكيكا مقادير الكيكا تاعي كلها هكدا بيه تعطينا قاوة مخفيف وجينا بنينة وجينا في الاكل تاحها خفيف طبعا الكيكا تاعي بعد ما سقيتها بعد ما بردت وسقيتها وحطيت لها يعني الحليب شبعتها حليب مليح نحط لها الكريمة هذي تاعي البودين كيما نقولو على الكامل اللي مول تاعي وننا عدلها القاوة متاحة نخبطها خبط مليح بهجيني على استيوى واحد اكدا واي فارغ نلقاه نحاول ان نحط في هذيك الكريمة تاعي هذي هي ونخليها اتبرد الوقت اللي نحضر فيه الشوكولات تاعي اللي راح نديرها من الفوق طبعا انا عندي 250 غرام تاع شوكولاتة نوعية من مليحة بيتعطيكم بلنا هيلة يعني وتستمتعوا بالاكل تاع الكيكا هذي كيكة الاحلام يعني كيكا تدريم كيك يعني كيكا رائعة بعد ما هنا الكلمة اللي بنات صدقوني هيلة 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 هنا بعد ما ذابت شوكولاتة في حمام مريم راح نزين بيها الكيكا تاعي الوجه تاحها كامل نحاول ان نحركها شوية هكذا وننديرها في كامل الجوانب كيما راكم تشوفوا راح نعملها في اليمون تاعي كلهم هكذا ونحاول نستفها هكذا ونعدلها حاولوا كامل الجوانب تمسها شوكولات ورح نحطوها في الثلاجة ان شاء الله بها تتماسك معانا ونبعد نرجع مع بعض ونشوفوا الشكل النهائي تاحها نتمنى ان شاء الله تجربوها لبنات وتتمتعوا بيها لأنها عن جد كيكة الاحلام اسم على مسمى والله هيلة وشكلها روعة وتتكل على فكرة تتكل كيما هكذا لا تفرغوها لا وعلو في نفس المول دركوا اشققنا بعد ما اخرجها بالثلاجة انا بديت نرشها بشوية نتاع كاكاو من الفوق اعطاها الشكل ساحر كيكة مميزة كيما قلت لكم مثالية وفاخرة ولماذا اقتحها متأكدة بالينها ليتديروها وتأكلوها مش راح تنسوها هذه هي كيكة رائعة مميزة وسهلة التحضير ما فيهاش مقادير كثيرة فقط شوكولات وشوية كاكاو بايد وحليب وصكر وانتم دارين احلى واشها كيكة ودركا جاد للحظة الحاسمة راح نجربها معاكم وشوفوا هاذا التجربة هكذا تصرالها اضربوها من المغرف وكلوا بص شفاء ولهنة وصفاء رائعة بنينة وتشاهي واكيد الولاد الصغار يحبوها اكتر منكم لانهم يعني حبوا شوكولات وحاج الشوكولات ديما بايا وزينا في اي حلوة تخدم الشوكولات راي تعطيها مذاق ساحر تاخدكم الفوق السحاب في الاحلام وانتم في اليقاضة ان شاء الله وظفتي عجبتكم الى وصفة اخرى نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة